أصاب الكبر الشديد رجلاً تجاوز الثمانين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجنون ثم تعود إليه وهكذا كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب ولذلك وضعت الزوجات الثلاث خطة لطرد هذا الأب وألححن على أزواجهن إلحاحاً شديداً حتى يتقبلوا هذه الخطة وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلن له سوف نأخذك لدار للعلاج وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات الثلاث بعضهن في فرحة كبيرة وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فأتينا به عندكم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رحب الدار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان وعند خروجهم قالوا لبواب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل بنا عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه الثلاثة ليحضروا له ماء للوضوء فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له أنت في دار المسنين سألهم الأب متى أتيت إلى هنا قالوا أتيت في يوم كذا وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به قال الأب بحزن شديد هؤلاء أولاد الثلاثة ثم رفع يديه ودعا عليهم اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة واحرمهم من الجنة ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون داخل السيارة ركب معي في السيارة أحد المعارف هو والده قبل عشرين عاما وقد استغربت كيف أن الولد الشاب أدخل والده في المقعد الخلفي وركب هو بجانبي لكن الأغرب من ذلك أن محادثة بين الأب وابنه طالت وتحولت إلى مشادة كلامية لم أعرف كيف أوقفها وأنا أقود السيارة بين مكة وجدة وتطورت المشادة في النهاية لرفع الشاب يده عاليا مهددا والده بالضرب إن لم يسكت كانت مفاجأة كبيرة لي وقد علمت فيما بعد أن ذلك الشاب قد تعود على هذا العقوق مع والديه وأنها ليست المرة الأولى التي حدثت معي ذلك الشاب وبعد عشرين عاما وجدته في الطريق مع ابنه الأكبر فدعوته للركوب بالسيارة فتكرر المشهد أمام عيني مرة أخرى إذ بابنه يركب بجانبي ويترك والده ليجلس في المقعد الخلفي وأثناء الحديث حدثت مشادة بينه وبين ابنه وسمعت الصبابا من الابن لأبيه بل رفع الابن يده على والديه وهدده بالضرب مثل ما كان يفعل والده في أبيه قبل عشرين عاما فسبحان الله نفس المشهد يتكرر بالتمام والكمال مشادة كلامية تنتهي بأن يهدد الابن أباه بالضرب لذلك عاتبته على سوء أدبه ثم أنزلته من السيارة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ليكمن طريقه بنفسه وفي الطريق تحدث هذا الشاب الذي أصبح أبا عن سيرة حياته من يوم أن ركب هو ووالده معي منذ عشرين عاما وحتى اليوم فوجدت كيف أن الله العادل عز وجل يمهل ولا يهمل في معظم المعاصي إلا في العقوق فذلك الأب الذي أصبح الآن مسكينا حكى لي أنه على مدى العشرين سنة الماضية لم يدخل أمرا إلا وكان يتخبط فيه بين الفشل والعجز والخسارات المتتالية وحكى أيضا عن زوجة نكدية لا تبتسم أبدا وعن عمل مهين يطرد منه إلى عمل أحقر منه حتى عندما جاءه رزق لم يخطر على باله دخل به في أعمال فخسرها في مدة قصيرة جدا وكادت الديون تعصف به وبأسرته وتلقي بهم إلى الشارع كما تكالبت عليه الأمراض وهو ما زال في ريعان شبابه وحتى اليوم وقد أقر بنفسه وهو يبكي وبعد فوات الأوان أن التعامل مع الوالدين دين سيرده الله إليك إن أحسنت معهما أحسن أولادك إليك وإن أسأت إليهما رد إليك الأبناء الإساءة وأكثر لقد ندم الأب أشد الندم على عقوقه لوالديه لأن ابنه يكرر ذلك معه فسبحان رب العدل وصدق رسوله الكريم حيث قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا